اشتركوا في القناة ونستقي منها العبرة والعظات والفوائد فهذه السير العطرة التي ذكرها الله جل جلاله في كتابه لا تمر على المسلم هكذا مرور الكرام إنما المسلم الذي يعرف مراد الله سبحانه وتعالى من كلامه يقرأ هذه السير خاصة بعين العظة والعبرة والإفادة منها في واقع حياته لذلك الله سبحانه وتعالى قص قصصا كثيرة لكثير من الأنبياء ولم يقص سير أنبياء كثر كما يقول الله عز وجل ورسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك لماذا؟ لأن العبرة تكفي في ذكر ما ذكرهم الله سبحانه وتعالى من قصص الأنبياء لأن القرآن إخواني أخواتي كتاب هداية ليس كتاب تاريخ يعني لم يرد الله سبحانه وتعالى أن يوثق الأحداث التاريخية في القرآن إنما أراد الله جل جلاله من ذكر هذه القصص أن نستفيد مما ذكر منها بغض النظر عن عددهم أو كثرتهم أو قلتهم لذلك ما زلنا نعرض سير هؤلاء الأنبياء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه وقال عن هذه القصص نحن نقص عليك أحسن القصص أفضل القصص هي قصص القرآن الكريم توقفنا في الحلقة السابقة أيها الكرام عند قصة نبي الله يوشع بن نون وهذا نبي لم يصرح الله سبحانه وتعالى باسمه في كتابه لكن ذكر في سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتدل عليه بعض الآيات وإن لم يكن صراحة كما قص الله سبحانه وتعالى قصة موسى مع الخضر في صورة الكهف عندما قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فقالوا من فتى موسى هذا هو يوشع بن نون وهناك آيات أيضا تدل دلالة غير لفظية على أن يوشع بن نون كان من الأنبياء الذين بعثهم الله سبحانه وتعالى لبني إسرائيل لذلك يوشع بن نون تولى زمام قيادة الجيش الذي وضعه موسى عليه السلام لدخول بيت المقدس وذكرنا كيف كان الحصار وكيف دخل يوشع بن نون إلى بيت المقدس وهنا طبعا روايات تروى أن يوشع بن نون استمر في دخول بيت المقدس إلى عدة أيام إلى أن وصل إلى يوم الجمعة فعندما وصل إلى هذا اليوم عصر يوم الجمعة وكادت الشمس أن تغرب فقال يوشع بن نون كلمتها المشهورة إنك مأمورة وإنني مأمور اللهم احبسها عني حتى أدخل بيت المقدس فحبس الله سبحانه وتعالى الشمس حتى دخل بيت المقدس لماذا؟ لأنها لو غابت دخل أو دخلت ليلة السبت وليلة السبت كانوا قد حرموا فيها القتال في ذاك الزمن فبعد ذلك دخل يوشع بن نون إلى بيت المقدس وقتل من قتل من الجبارين الظالمين فحكم يوشع بن نون بيت المقدس ومعه بن إسرائيل مدة من الزمن حتى أمرهم الله سبحانه وتعالى من ضمن الآيات التي ذكرها الله جل جلاله في كتابه عندما قال لبني إسرائيل وإذ قلنا دخلوا هذه القرية هذه القرية هي بيت المقدس وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا من حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وأنتم ساجدين وقولوا حطة يعني حط عنا خطايان يا رب وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فهل التزم بن إسرائيل ما أمرهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية سنعرف ماذا حصل من بني إسرائيل لكن بعد هذا الفاصل فكونوا معنا الحمد لله وبعد حياكم الله أخواني المشاهدين أخواتي المشاهدات ذكرنا قبل الفاصل أيها الكرام الأمر الإلهي لبني إسرائيل بأن يدخلوا بيت المقدس وهي القرية التي أمر الله سبحانه وتعالى بأن يدخلوها ويقولوا حطة ويدخلوها وهم ساجدين هذا أمر إلهي المفترض للمسلم هنا أن يقول سمعنا وأطعنا وينفذ ما أمره الله سبحانه وتعالى به لكن بني إسرائيل للأسف كانوا ينكثون المواثيق وكانوا ينكسون على عقابهم ويخالفون أوامر الله سبحانه وتعالى ذلك غضب الله عز وجل عليهم هؤلاء اليهود غضب الله جل جلاله عليهم منذ بعثة الأنبياء إلى أن تقوم الساعة لأنهم كانوا قوما بهتا يعني مجرمين يبدلون كلام الله ويحرفون ويعصون أوامر الله سبحانه وتعالى المباشرة عن طريق الأنبياء أو عن طريق أحد غيرهم أو عن طريق الوحي الإلهي المباشر فكانوا قوما بهتا والعياذ بالله فعندما أمرهم الله بأن يدخلوا بيت المقدس مع يوشع بن نون سجدا ويقولوا حطة ماذا قالوا وماذا فعلوا دخلوا على أدبارهم يعني لفوا ظهرهم ودشوا على بيت المقدس وهم يعني على ظهورهم هذا طبعا كالاستهزاء بأمر الله سبحانه وتعالى وماذا قالوا أيضا قالوا حنطة في شعير أو حنطة في حبة شعير يعني انظروا إلى الاستهزاء الله يقول لهم حطة وهم يقولوا الحنطة في حبة شعير استهزاء بالغ منهم فهنا غضب الله عز وجل عليهم وزاد مقت الله جل جلاله على هؤلاء القوم فأنزل الله عز وجل عليهم الوباء والطواعيد الأمراض المنتشرة بينهم وهنا وقف أخواني يعني هذه الأمراض التي تنزل بالناس لا سيما نحن اليوم نعيش في هذا الوباء الذي نسأل الله جل جلاله أن يرفعه عاجلا غير آجل يذكرنا إخواني بما حصل في الأزمان القديمة يعني التاريخ كما يقولون يعيد نفسه هذه الأوبئة والطواعين والأمراض أخواني لا تنزل من الله إلا بسبب جل جلاله هي من الله نحن نعتقد ذلك أنها من الله لكن لنلتفت إلى أنفسنا وننظر ما الذي قصرنا في جنب الله سبحانه وتعالى حتى نزلت علينا هذه الأوباء وهذه الأمراض وهذه وقفة ينبغي للمسلم أن يقف عندها لا يقول والله أنا صالح ما ليشغل بالناس لا ينبغي أن تصلح نفسك وتصلح المجتمع الذي حولك تكون أنت صالحا ومصلحا وهاديا ومهديا يعني كن سببا في نشر الخير كن سببا في إصلاح من حولك كن سببا في التواصي بالحق يعني الله عز وجل يقول في كتابه وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرِ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وتواصلوا بإيش؟ وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصبر يعني يتواصلوا فيما بينهم بالحق يعينون بعضهم على الخير يعينون بعضهم على الطاعة إن كان هناك منكر يزيلونه بما يستطيعون لا يقول والله هذا المنكر أنا ما ليشغل فيه داموا في بيتي ولا عند عيالي أنا ما ليشغل فيه لا من قال لك هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث والله حديث يا أخواني يا أخواتي يزلزل كيان المسلم يقول إذا فشى في الناس أو انتشرت فيهم الفواحش يوشك أن يعمهم الله بعقاب يعني انتشرت الفواحش والخمور والمخدرات وترك الصلوات والمعاصي لا يقول والله أنا في بيتي ما ليشغل لا هذا العذاب سينزل على كل المجتمع يعني كما يقول الله عز وجل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة يعني خافوا من فتنة لا تنزل فقط على الذين ظلموا إنما تنزل عليكم كلكم والله بعد ذلك يبعث الناس على نياتهم بذلك يا أخواني أخواتي المسلم الذي يريد أن يكون خيرا في هذه الدنيا ينبغي أن يكون مصلحا لا يكتفي بأن يكون صالح كن مصلحا وكن مهديا يعني اهدي غيرك كما أن الله عز وجل وفقك للهداية بذلك ينتشر الخير بين الناس ويرتفع مثل هذا الوباء وهذه الأمراض التي نزلت بسبب كثرة الذنوب والمعاصي التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها سببا في رد الناس إلى دينه سبحانه وتعالى إن ربي سميع قريب مجيب الدعوات نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة